المئوية المولمة نجد أن الاستعمار الإيطالي والغزو الإيطالي قد تكرر بعد مئة سنة في هذا اليوم بالذات أين معاهدة الصداقة؟ أين معاهدة عدم السماح لأي عدوان ينطلق من إيطاليا على ليبيا؟ أين البرلمان الإيطالي؟ أين حكومة إيطاليا؟ أين صديقي برلس كوني؟ لقد تأسفتم واعتذرتم وأدنتم من الاستعمار كيف أنتم الآن تكررون غزو ليبيا مرة أخرى بطائراتكم؟ كنا نعتقد أنكم مصابون بعقدة الذنب تجاه الشعب الليبي الذي دمرتوه عام ١١١ إلى قيام الحرب العالمية الثانية شردتوه تشرد الشعب الليبي في تونس في الجزائر في تشاد في مصر وطائراتكم تقصف القوافل التي تحملوا الأطفال والنساء وهم هاربون من زحفكم وجيشكم وبطشكم وطائراتكم كنا نعتقد أنكم مصابون بعقدة الذنب اتجاه الشعب الليبي مثل ما مصاب ألمانيا بعقدة الذنب اتجاه اليهود الآن ألماني حساسة جدا بما يخص اليهود ويخص السامية لأن تريد أن لا تكرر هذا الذنب هذه العنصرية المحرقة ومعادات السامية حساسة جدا تجاه اليهود واتجاه الإسرائيليين لأن هتلر عمل أسقطت هتلر واعتبرها مرحلة مجنونة مرحلة هتلر نازية لا يجوز للمانيا في الوقت الحاضر أن تعمل أي شيء يمت بصرة من بعيد أو من قريب لفعال هتلر كنا نعتقد أن إيطاليا نفس الشيء لا تعمل أي شيء اتجاه ليبيا يمس من قريب أو من بعيد سياسة إيطاليا الاستعمالية وإيطاليا الفاسية بعد ذلك وشرمت إيطاليا وصديق إبنسكوني وبرلمان إيطاليا إذا كان في برلمان طلع ما في برلمان ما في ديمقراطية الشعب الإيطالي لا يوافق على هذا الشعب الإيطالي صديق يريد السلام كيف ما تخجل وتمعته طائرات كنت تقتل الليبيين اليوم وأمس بمناس ذكر القرضابية تأسفت وأنا أسمعت ابناء الشعب الليبي وهم يخطبون اليوم في ذكر معارك القرضابية في سرط حيث وقعت معارك القرضابية وهم يتوعدون إيطاليا بنقل الحرب إلى إيطاليا أصفحت الحرب مفتوحة قالوا بينا بين إيطاليا تقتل في ابنائنا عام 1911 وعام 2011 إذن الليبيين عندهم الحق فيما قالوه اليوم في ذكر القرضابية وأنا لا استطيع أن نضع فيتو على الليبيين ومحرار في الدفاع عن نفسهم في نقل المعركة إلى أرض العدو إذا قرروا الليبيون ذلك وإذا عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الجديدة والطيبة بين الشعبين يتوعدون بالرد على إيطاليا والانتقام من إيطاليا شباب متحمس ضائرات إيطالية يراها اليوم تقصف ربما مدينة سيرت كما كانت بالضبط عام 2011 بأي ذنب احتلت إيطاليا ليب اعتدت عليها عام 2011 اتضح بقرار الطليان انه خطأ والشعب الليبيبرية وليبيبرية وانهم أساؤوا ودمروا وبهدلوا وشنقوا وقتلوا وعذبوا واعتذروا وقالوا هذا لن يتكرر كيف يتكرر اليوم نفس الاسلوب هل 2011 كان لحماية المدنيين لا نملك نحن إلى الأسف والتحصر الحقيقة والألم على الصداقة اللي ضاعت بيننا وعلى العراقات الاقتصادية والمادية المفيدة للشعبين اللي دمروها ولا نملك إلا الدفاع عن نفس كيف يقول المادة 51 المساقل المتحدة عندنا حق الدفاع عن نفس يا صديقي ميد فيديف رئيس روسيا وصديقي بوتين وصديقي رئيس الصين ورئيس وزراء الهند وصديقي رئيس البرازيل واخبتي واشقاي زومة وعلي بونغو أقول لك نيجيريا وصديقي وصديقي وزراء البرتغال سوغرات هل روسيا والصين والهند والبرازيل جنوب جنوب أفريقيا والنيجيريا والقابون والبرتغال وبقية الدول أعظام مجلس الأمن هل يا أصدقائي هل قررتم أنتم في مجلس الأمن في القرار 1973 قررتم القصف الجوي على الشعب الليبي إذا لم تقرروا هذا إذن من أعطى الحق لحلف الاطلسي إن يقوم استناداً على هذا القرار بتدمير ليبيا بالصواريخ بالطائرات أربعين يوم الآن وهم يدكون البنية التحتية في ليبيا هل القرار الذي صدر من مجلس الأمن رغم 1973 رغم عدم اختصاص مجلس الأمن بهذه القضية طلاقاً لأن هذا الشعب داخلي لا يخص مجلس الأمن طلاقاً هل قررتم حصار بحري على ليبيا الآن في حصار بحري هل قررتم حضر نفطي على ليبيا هل قررتم الاغتيال السياسي وضرب مقر مكتب الجذافي مثلاً لقلوم مكتب الجذافي الذي نستقبل فيكم فيه هل هذا متضمن القرار 73 لاغتيال وتدمير المباني الإدارية هل هذه حماية للمدنيين تدمير البنية التحتية التي مثل ما قال صديقي بوتن اللي بنتها إجيال ليبيا ضوبة طوبة كيف تجدون تدمرها هل قررتم حظر جوي شامل على ليبيا أم حظر جوي في منطقة محدودة الآن حظر جوي شامل على ليبيا كلها وهل الحظر الجوي على ليبيا فقط وإلا أن ممنوع الطيران في هذه المنطقة لا أطلسي ولا ليبي ولا غيرة هذا الحظر الجوي لا هم يدخلوه ولا نحن يدخلوه كيف حظر جوي على ليبيا وهم يقصوا بطيرانا في نفس المنطقة اللي قالوا على حظر جوي أنا نكلم في أصدقائي في مجلس الأمن ونكلم في العالم إذا كان عند ضمير هل قررتم تجويع الليبيين وإيقاف المدادات والسلع التي تاتي من الخارج الوقود وأي سلع أخرى هل قررتم هذا تجويع الشعب الليبي قررتوه هل قررتم أن مباح أن يسقط ضحايا يوميا عسكريين ومدنيين أم قررتم أنتم حظر جوي فقط راجعوا قرار مجلس الأمن وراجعوا ما يجري الآن وتحمل مسؤوليتكم التاريخية تجاه القانون الدولي وتجاه الأمم المتحدة تجاه شعوب العالم هل الحضر الجوي يعني تدمير كل شيء على الأرض هل يعني الحضر الجوي قتل الليبيين يوميا هل الحضر الجوي يعني تدمير البنية التحتية والمواصلات والاتصالات الهاتفية وإن المريض لا يستطيع تصيب المستشفى يطلب الطبيب ويطلب سيارة الإسعاف لأن النقال الموبايل ما يشتغلش لأن الهوائيات ضربوها والناس معاك تتصل ببعضها حتى المرور يقول في حادث في هذا الطريق لا يستطيع يتصل بالمستشفى الناس معاك تتصل ببعضها وتستفسر عن حوالها ولا تشتغل لأن الموبايل يتعطل يضرب البنية التحتية للمولد الالتصالات هل قررت هذا؟ هل هذا حماية المدنيين؟ الحضر الجوي يعني منع الطيران في المنطقة المحظورة على الجميع وهل القصفة ربعين يوم لعند الآن بالصواريخ والطائرات وتدمير كل شي هل هذا لحماية المدنيين أم لتدمير دولة نامية مطلوب منح من التقدم مطلوب تدمير كل ما بنته أنا اسمت صديقي بوتن يقول من أعطى لهؤلاء الحق أن يضربوا مقرر الجدافي نحن لم نقرر هذا وقال صديقي زومة وصديقي بوتن قالوا قرار مجلس هلمن 1973 لا يسمح بالقصف الجوي ولا باستخدام القوة ولا بقتل الليبيين مدنيين أو عسكريين ولا باغتيال الجدافي مثلا قالوا ليجري الآن مخالف للقرار 1973 وهم يستندون على هذا القرار في العملية الوحشية التي قيمت بها الآن مدام أنتم اعترفتم بهذا أنكم لم تقرروا هذا ولم يكن في مخيلتكم أن يكون التطبيق بهذا الشكل الامجي إذن لابد من عقد جلسة أنكم تعقدوا أنتم عظم مجلس الأمن عقدوا جلسة لمراجعة هذا القرار ولمراجعة العملية البربرية التي هي يتعرض لها شعب صغير وهو الشعب الليبي ودولة صغيرة دينامية وهي الدولة الليبية نقطة الأخرى أنهم يتكلمون عن إيقاف طلاق النار نحن أول من يرحب بإيقاف طلاق النار ونحن أول من وافق على إيقاف طلاق النار نحن الليبيين لكن هل وقف الهجوم الجوي الصليبي الأطلسي لم يتوقف من يوقفه هل الزناتقة تبع القاعدة يمنون بقف طلاق النار أو يمنون بالقانون الدولي أو يخضعون لأي مقاييس أو قواعد أبداً أنتم تعرفوهم في فغانستان في الباكستان وفي وادي صوت والله شو اسمها وتعرفوهم في جزائر وجزائر تعرفهم في بلادها من كم سنة وجيش جزائري يقاتل فيهم وتعرفونا في الصومال تعرفونا أن هذه الجماعات الأرهابية ليس لها نساق ولا عهد ولا تحترف بكل هذه الأشياء القانون الدولي ما القانون الدولي ما إيقاف طلاق النار ما الهد ما الحدثات ما المفاوضات ما الحوار هذا لا يمنون به ولا يمنون بالديمقراطية يعتبرونه كفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة